مشروع المواقف العامة في صناعية تنعم للعاملين في شركات النفط والغاز ومشروع استكمال إنارة طريق عبر حفيت إلى منطقة سيح السلام وإنارة الطريق من بلدة الوهرة إلى بلدة بات المؤدي إلى المدافن الأثرية مشاريع استعرض المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة نسبة الإنجاز فيها في اجتماعه لهذا الشهر ظاهرة وقوف السيارات للأخوة العاملين في حقول النفط والغاز طبعاً أصبحت ظاهرة مؤرقة قرر المجلس طبعاً أنه قامت مشروع اللي هو عبارة عن مواقف راح تكون المواقف هذه على قطعة أرض خاصة بالبلدية في منطقة تنعم الصناعية مساحة الأرض تقريباً في حدود 15 ألف متر مربع المواقف راح تستوعب في حدود من 100 إلى 150 موقف المشروع طبعاً عبارة عن تسوير التبليط بالبلاط المتشابك بالإضافة إلى موضوع الإنارة وكذلك راح يكون المرحلة اللي بعدها راح تكون مواقف مضللة وتمت معاينة الطريق المؤدي إلى جبل السراه من وادي ضم بولاية عبري إلى مسفات الخواطر بولاية الحمرة بطول أربعة ونصف كيلو متر والذي تعكف وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى تنفيذه في الوقت الحالي كما اطلع الأعضاء على التصور المرئي للمهرجان الشتوي السياحي بمحافظة الظاهرة هذا المهرجان تكون فيه عدة فعاليات إن شاء الله وبالتنسيق مع الجهات المعنية وأيضاً نسعى أن يكون هذا المهرجان هو سياحي ترفيهي لأبناء المحافظة وأيضاً لأبناء المحافظات الأخرى وأيضاً عمل أسوار الحماية لبعض المنازل وبعض المزارع للمواطنين حماية من أو التي تأثرت بالأودية وصادق الإجتماع على المحظر السابق وناقش أعضاؤه خطة محافظة الظاهرة السنوية للمشاريع الخدمية المقترح تنفيذها لعام 2022 جملة من المشاريع الخدمية التي استعرضها المجلس البلدي وناقشها تنصب جميعها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للوطن والمواطن سالم بن علال الشغيلي محافظة الظاهرة